سأنا فكر كلمة بقى كان مكتبها لي كان عندنا مدرس الله يرحمه اسمه تشارلز حمدي تشارلز حمدي ده رجل انجليزي وبعدين بقى مصري وبعدين أسلم وكان مدرس الفيزيكس بتاعنا كان طالب في نفس المدرسة اللي احنا فيها سنة 1906 وكان رجل كبير كده وكان هو يحكي لنا انه كان بيقعد مع إنشتاين يعني إنشتاين درسله يا سلام فكان حاجة كده عبقرية يعني حاجة رائعة كنا ندخل المعمل كان عندنا معمل فيزيكس ومعمل كيمستري ومعمل كل حاجة اللي هي المعمل بتاع وكان رجل طبعا يقعد بيشرح الكمية الباجم اللي عاديين قدامه اللي محدش يعني مقدر طبعا لوحد بيقدر بعدها 40-50 سنة يعني يبتلي بحد وعده سكتاب لي والله كلمة فاكرها لغير دلوقتي يعني كانت بشاهد حاجات بيقال لي يعني لو انت بازلت كل المجهود بتاعك الدنيا هتفرق معاك الجملة بتاعته بخط ايده على الورقة اللي لونها سماوي كده ما زلت فاكرها بوضوح شديد جدا ان الراجل ده كتب هدي في الوتوغراف زكريت بأف يا سلام والله يا رحلة يا رحلة يا رحلة يا رحلة يا رحلة يا رحلة